أعلنت مؤسسة حياة كريمة بدأ توزيع المليون كارتونة من المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً قبل حلول شهر رمضان المبارك والتي تنطلق من محافظة بني سويف وذلك في إطار مبادرة كتف في كتف وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إشارة البدء من قبل الرئيس عبدالفتاح سيسي لانطلاق المبادرة شهدت محافظة بني سويف استفافة نحو عشرين عربة محملة باثنتين وعشرين ألف كارتونة معباة بالمواد الغذائية بحوالي أكثر من ماتين طن ليتم توزيعها على أهل قرى مركز سمسطة وذلك بمشاركة مؤسستي أبو هشيم الخير وحياة كريمة نبدأ بعشرين ألف في سمسطة عشر تلاف في الواسطة بيبا أهناسيا باندر بني سويف مركز ناصر يعني بنحاول يعني نوصل لمعظم المراكز بني سويف كل مركز نصيبه طبقا لعدد نسماته ودي حاجة حلوة لأن احنا بنتكلم في مكون من أهم المكونات اللي المفروض بتمس المواطن بصورة مباشرة على أرض بني سويف وهو مكون الحماء الاجتماعي تعاوننا مع حياة كريمة ده مش التعاون الأول ده تالت تعاون ما بينه وما بين حياة كريمة دايما في مؤسسة أبو هشيم الخير عندنا مبدأ أن احنا نتعامل مع الكيانات الكبيرة اللي بتدمن أن كل مبادراتنا توصل للمحتاجين يأتي نصيب محافظة بني سويف على مدار الأيام القادمة بتوزيع نحو 70 ألف كرتونة لسبع مراكز تابعين للمحافظة من أصل 200 ألف كرتونة يتم توزيعها على جميع المحافظات من قبل المؤسستين وبمشاركة أكثر من 300 متطوع عمل الخير ده مش محتاج كلام ده حاجة نابعة جوه المواطن المصري مواطن المصري بطبيعته بفترته أصلا بيحب الخير بيحب الخير لكل الناس بأفرح جدا لما بشوف الناس قد إيه حريصة أنه هم ينزلوا يساعدون في توصيل الكراتين أو يعني المواد الغذائية اللي تستحقها الناس في بني سويف أو في كل المحافظات تأتي هذه القافلة كأول مشاركة لمؤسسة أبو هشيم الخير بعد توقيع بروتوكول تعاون بينه وبين التحالف لتترجم هذه المشاهد نجاح التحالف الوطني في وصوله للفات الأكثر احتياجا بناء على قاعدة بيانات للتحالف بجميع المحافظات وتنصيق كامل بين جميع المؤسسات التي تعمل تحت مظلته موسيقى